تلقى رئيس الجمهورية عبد الرب ومنصر هذه اليوم برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة العيد الوطني الثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو المجيد وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة كما تلقى رئيس الجمهورية عبد الرب ومنصر هذه اليوم برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو المجيد وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار موسيقى 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 موسيقى